موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في برنامجكم مشيطة الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها مشيطات كبريات الصحف المحلية والدولية نرحب معكم مشاهدين بضيفي في الستوديو رسام الكركاتير محمد تلاب حياك الله معنا يا هلا حياك الله إذن مشاهدين جولتنا تنطلق من الصحافة المحلية وبالتحديد من صحيفة الجريدة وهذا الماشيت والعناوين الشارحة الأمير يكلف رؤساء السلطات الثلاثة باقتراح ضوابط العفو تمهيدا لأصدار المرسوم السامي بعد تلقي سموه التماسا من أربعين نائبا بالعفو عن المحكومين المهجرين التكليف نابع من حرص سموه على الوحدة الوطنية وما جبل عليه الكويتيون من تسامح وفي تفاصيل الخبر كتبت الجريدة أنه بعد تلقي سمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد التماسا من نحو أربعين نائبا ناشدوا فيه سموه التكرم بالموافقة على بدء أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة والصفح عن الكويتين المهجرين المحكومين في قضايا الرأي أو المواقف السياسية التي تحكمها ظروف حدوثها ووقتها كلف صاحب السمو رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح ضوابط الشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لإستصار مرسوم العفو وفي نفس السياق كتبت صحيفة النهار هذا المانشيت عفوت فأكرمت سمو أمير البلاد قرر استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 بإصدار مرسوم العفو الأمير يفتح الطريق إلى العفو السامي تحت هذا المانشيت قالت صحيفة الصباح إن ملف العفو دخل حيز التنفيذ أمس إثر تكليف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باختراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لإستصدار مرسوم العفو فيما تواصل التأييد والشعبي لهذا التوجه السامي الأمير في هذا الإطار مشاهدين خطت صحيفة الأنباء هذا المانشيت على غلافها وزير الشؤون الدوان الأميري صاحب السمو الأمير يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باختراح ضوابط العفو عن بعض أبناء الكويت الغانم توجيهة الأمير تؤكد سيرة حكام الحكمة والتسامح وعلى صفحة صحيفة الرأي مشاهدين الأولى نقرأ هذه العناوين استمرار الترحيب والشكر للمبادرة السامية بدء الإجراءات التمهيدية لمرسوم العفو الغانم ديدن القيادة السياسية إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق أحمد السعدون الكويت دائما بلد العدل والحرية والمساواة جاسم هل هل اليسين دلالة على الدور التاريخي للأسرة الكريمة إذن مشاهدين نقف معكم ومع ضيفي رسام الكركاتير محمد ثلاب حياك الله معنا مرة أخرى ونتحدث اليوم عن فكرة كركاتير هذا اليوم التي ظاهرة على الشاشة في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم الكركاتير اليوم سيكون مرسوم بالأجهزة الرقمية مثل ما نشوفها وهو عن العودة للحياة الطبيعية لصدر أمس بيام من رئيس مجلس الوزراء فرح نكون كريكاتير شوية خلنا نقول شوية يعني مشرق للكويت بسبب أن ردت الكويت إلى حالتها قبل فايروس كورونا نعم وفرح العارم بين أوساط الكويتين في هذا الخبر الجميل يوم أمس يوم أعلن رئيس مجلس الوزراء عن عودة الحياة الطبيعية والمرحلة الخامسة إلى الكويت إذن في نهاية الحلقة إن شاء الله نعود لك باستثمار نهاية هذا الكركاتير مشاهدين الكويت تطوي صفحة كورونا تحت هذا المانشيت قالت صحيفة القبس إنه بإعلان رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أمس عودة الحياة الطبيعية الحذرة في البلاد ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 للمحصنين بدأ أن الكويت تطوي صفحة كورونا وصحيفة الشاهد مشاهدين نقلت عن سمو رئيس مجلس الوزراء هذا المانشيت الخالد يعلن عودة الحياة الطبيعية اعتبارا من الأحد المقبل في الشأن ذات عنوانة صحيفة الوسط الأحد حياة طبيعية إعلان دخول المرحلة الخامسة والأخيرة وإلغاء القرارات الاحترازية للمحصنين عودة تقارب المصلين والسماح بإقامة المؤتمرات والأعراص للمحصنين السماح بعدم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة وعودة المطار للعمل بكامل طاقته ما في صحيفة السياسة مشاهدين نقرأ هذا العنوان رسميا الكويت تعود إلى الحياة الطبيعية الحذرة سمو رئيس الوزراء أعلن دخول المرحلة الأخيرة من الخطة مشاهدين ماشية الصحفة مستمر معكم بعد هذا الفاصل تجوياكم إلى الصحف العربية والعالمية الكويت ترفع قيود كورونا وتعلن عودة الحياة الطبيعية عنوان بارز في الصفحة الرئيسية للشرق الأوسط التي قالت أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد أعلن عودة الحياة الطبيعية في دولة الكويت وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمحصنين وقال الشيخ صباح الخالد أن الكويت أمام مرحلة جديدة عنوانها الكويت بعد الجائحة عنوان مماثل مشاهدين نقرأه في صحيفة الأيام البحرينية رئيس الوزراء الكويتي يعلن عودة الحياة الطبيعية بالكويت وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمحصنين من جانبه أوضح الناطق باسم الحكومة طارق المزرم إن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات تتضمن تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسماح بعودة تقارب المصلين مع مراعاة إجراءات التطعيم وارتداء الكمامة مشاهدينا نذهب معكم إلى عنوان الصحف الأمريكية التي تستعرضها معنا مراسلتنا من هناك من واشنطن داليا الكومي ضمن هذا التقرير أعزائي المشاهدين صباح الخير مرة أخرى أصحابكم في جولة من العاصمة الأمريكية واشنطن لهم ما تناولته كبريات الصحف الأمريكية والمجلات نستهل جولتنا بجريدة الواشنطن بوست الأمريكية والتي عنونت البيت الأبيض يكشف عن خطة تطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما قال البيت الأبيض أنه إذا تم السماح باستخدام لقاح للأطفال فسيتم توزيع الجرعات بسرعة وإتاحتها بشكل ملائم ومنصف للعائلات في جميع أنحاء الولايات أصدر البيت الأبيض خطتي لتطعيم الأطفال الذين تتراوح عمرهم بين 5 سنوات و11 عاما في انتظار الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأول لقاح ضد كوفيد-19 لتلك الفئة العمرية البيت الأبيض أكد أنه إذا حصل على هذه الإجازة سيكون لديه إمدادات كافية من اللقاحات لتجهيز أكثر من 250 ألف مكتب رعاية أطفال ورعاية أولية ومئات من عيادات الصحة المدرسية والمجتمعية فضلا عن عشرات الألف من الصيدليات لإدارة حملة التطعيم الواشنطن تايمز تحدثت عن خطة الـ FDA إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي تتطلع إلى السماح بمزج ومطابقة لقاح كوفيد-19 المعزز أو الجرعات المعززة كما ورد في التقرير أن إدارة الغذاء والدواء تخطط للسماح للأمريكيين بتلقي لقاح كوفيد-19 كمعزز يختلف عن اللقاح الذي تلقوه في البداية استراتيجية الخلط والمطابقة التي توفر المرونة للقائمين بالتحصين صحيفة نيويورك تايمز نشرت الخطة لأول مرة وقالت أن القرار الذي سيتخذ في وقت متأخر من هذا الإسبوع عندما يأذن المنظمون بالتعزيزات الخاصة الوونسويت جورنل تناولت المعركة الدائرة بين إدارة الرئيس بايدن والولايات حول قواعد التعامل مع وباء كوفيد-19 القواعد الفيدرالية حيث تتحرك وزارة العمل لإلغاء الإشراف على السلامة في أماكن العمل من كل من يوتا أريزونا وساؤث كارولاينا مؤكد أن هذه الولايات فشلت في تبني معايير أكثر صرامة للتعامل مع الفيروس جريدة نيويورك تايمز نشرت مقالا للكاتب المعروف توامس فريدمان من مقالات الرأي تناول فيه ما أطلق عليه التنمر الصيني خطرا على العالم وهو نفسه منذ أن فتح الرئيس الصيني بلاده على العالم في أواخر السبعينيات أراد الكثيرون في الغرب حسب فريدمان في رؤية البلاد تنجح لأنهم أعتقدوا أن الصين على الرغم من هيكلها السياسي الاستبدادي حسب كاتب المقال كانت تعمل إلى اقتصاد ومجتمع أكثر انفتاحا مع الأسف عكس الرئيس الصيني هذه الخطوات بطرق يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على التنمية المستقبية للصين وخطرا حقيقيا على بقية العالم حسب ما قال فريدمان نختتم جولتنا كالعادة بمجلة التايم والتي قالت أنه فات الأوان للعثور على أصل فيروس COVID-19 في عنوان أغلافها منظمة الصحة العالمية تحاول على أي حال حسب التايم عقب مرور عامين تقريبا على انتشار الوباء ولا يزال غير واضح كيف وأين ومتى بدأ فيروس COVID-19 في إصابة المواطنين يعتقد العديد من الخبراء أن الفيروس قفز من مضيف حيوانيا إلى إنسان ولكن الباحثين يواصلون التحقيق في احتمال هروبه من المختبر كشفت منظمة الصحة العالمية حسب المقال عن جهد جديد يتم تكليف من خلاله مجموعة استشارية بمعرفة ما يمكن التوصل له من معلومات وكذلك تبسيط الدراسة العالمية لمسببات الأمراض الناشئة في المستقبل على أمل فهم الأصول والانتقال بطريقة أو بسرعة أكبر حتى يمكن احتوائها في المستقبل أعزائي المشاهدين نعود بكم مجددا إلى زملائي في ستوديو منشط الصحافة شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله كانت معكم داليا الكومي من العاصمة الأمريكية واشنطن إذن نشكر زميلة داليا الكومي من واشنطن مشاهدين اللاقية ما لا يقل عن 27 شخصا حتفهم في سوريا بعد قصف نادر لحافلة عسكرية في دمشق تلاه ما بدى أنه قصف متبادل للنظام على بلدة في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة أسفر عن مقتل أربعة أطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة وبحسب ما نشرته القارديان فإن قنبلتين زرعتا في حافلة تقل جنودا في وسط دمشق انفجرتا خلال ساعة الذروة صباح الأربعاء مما أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصا في أسوأ هجوم من نوعه في العاصمة منذ أربع سنوات إذن مشاهدين نقف معكم والعودة إلى ضيفي في الاستيديو محمد ثلاب حياك الله مرة أخرى قبل نهاية رسمة الكاركتير لهذا اليوم حاب أعرج عن معرض أقيم يوم أمس معرض صنع في الكويت وأقام جمعية الكاركتير الكويتية نتحدث عن هذا المعرض وما يضمه من رسومات بسم الله الرحمن الرحيم المعرض كان مشاركة مع مجمع الأفينيوز وهي كعودة للحياة الطبيعية بعد انقطاع طويل من أنشطة جمعية الكاركتير الكويتية كنا دائما نقدم الأنشطة هذه أونلاين ومعارض افتراضية الآن بعد العودة للحياة الطبيعية أقمنا هذا المعرض الواقعي يعتبر المعرض هذا أول معرض ككوميكس ومانقا وهي من الرسومات الحديثة الآن وصلت للكويت أن نحن نحاول أن نطور فناني الكاركتير الكويتيين في هذه المجالات ويكون لهم دور فعال وتنمية مواهبهم في فن المانقا والكوميكس فأقمنا حوالي أكثر من أربعين لوحة فنية بمشاركة عشرين فنان كاركتير وفنانة كاركتير كويتية طبعا في السابق نحن لا نرى فنانات الآن نرى العنصر النسائي يدخل في مجال الكاركتير وهذا الحمد لله إنجاز الجمعية بعد إشهار الجمعية صرنا نشوف فنانات يعني ونشوف إنجازات كبيرة للعنصر النسائي نتحدث بالتحديد عن موضوع معرض أمس معرض صنع في الكويتي نتحدث عن الكوميكس وهذا هي الرسوم الرائجة حاليا في العالم ولها طبعا لها مهتمينة أو نعرفها شنو هي الكوميكس بالتحديد الكوميكس اللي يسمونها القصص المصورة أو أنها step and step أنها تكون مجموعة من اللوحات متداخلة مع بعض فتصير قصة لها بداية قصيرة لها بداية ونهاية المانغا هي الرسومات اليابانية أو الرسومات الآسيوية فاللاحظ أنها من جيل قديم دائما يرسمون هذا نوع من الكارتون اللي يتميزون بأسلوب خاص برسوماتهم فنحن في السابق كنا نتابع الرسومات المتحركة مثل فلونة مثلا سندباد مثلا القصص هذه بدايتها كانت كلها من الرسوم المتحركة اللي هي الانيمي الانيميشن اللي كانت موجودة في السابق تأثر وحيل الآن فصارت الآن ترسم كرسومات كارتونية فكل واحد رسام كاريكاتير مهتم بهذا المجال يرسم الرسومات هذه بأسلوبه الخاص بعضهم عرب الرسومات هذه بعضهم خلالها كويتية يعني لبس الشخصيات هذه غترة وعقال وغيرها شخصية ويصنع لها شخصية كاملة مثل أي مسلسل ممكن يكون لكن عن طريق الكتب والرسوم المتحركة في داخل هذه الرسومات طبعا لها شهرة واسعة ولها محبينها كبار في العالم صحيح ولها كتب لها أسلوب خاص لها يعني ناس آخرين قاعدين يهتمون بهذا الفن لكن احنا كدورنا جمعية الكاريكاتير الكويتية لاحظنا أنه فيه اهتمام خاصة مجموعة الشباب يهتمون بهذا المجال فأقمنا هذا القسم قسم خاص فيهم اسمه قسم الكوميكس والمانجا داخل جمعية الكاريكاتير الكويتية يعني رئيسة القسم الفنانة أمال البقشي أيضا هي مهتمة في مجال الكوميكس وباحث حيل في مجال الكوميكس والمانجا فأشهرنا هذا القسم الصغير الآن لاحظنا القسم صار كبير يعني مشاركة أكثر من عشرين فنان كاريكاتير أعتقد أن هذا إنجاز نعم نضم إليه كثير من الناس لأن فعلا له رواجة وله محبين ومهتمين حتى في الكويت وأيضا في العالم طبعا أكيد نعم إذن نعود معك إذن بعد قليل إن شاء الله ونستكمل معكم مشاهدينا في صحيفة ياني شفق التركية الناتو يعلن انفتاحه على الحوار مع روسيا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أعلن عن أسفه لقرار روسيا وقف عمل بعثتها الدائمة لدى الحلف مؤكدا أنفتاح الناتو على الحوار مع موسكو وأكد أن المقترحات الخاصة باجتماع مجلس الناتو وروسيا الذي انعقد آخر مرة في عام 2019 لا تزال سارية قالت لوموند إن اليمين المتطرف أريك زمور الذي لا يزال يحافظ على غموض ترشيحه للانتخابات الرئاسية صوب بندقية عالية الدقة تم تفرغها على الصحفيين أمس خلال زيارته لمعرض مخصص للأمن الداخلي في سين ساندوني وتدارك الموقف بالقول إنه كان يمزح مشاهدين وصلنا وإياكم إلى المقال بعد هذا الفصل مقال اليوم مشاهدين من صحيفة اندبندت عربية بعنوان مقامرة بريطانيا الأخيرة بشأن بريكزيت تحت المجهر يقول فيه كاتب شون أوغرايدي إنه من الملفت أن المملكة المتحدة استطاعت أن تنتزع عددا من التنازلات من الاتحاد الأوروبي على غرار ما فعلته في الجولة الحالية من المباحثات التي لا تنتهي حول بريكزيت وذلك نظر للتفاوت في القوة الاقتصادية النسبية للجانبين جادلت الحكومة البريطانية وحولفاؤها الوحدويون في إيرلندا الشمالية أشهرا عدة بأن تطبيق الاتحاد الأوروبي بروتوكول إيرلندا الشمالية على نحو قانوني وحريص جدا على التفاصيل من شأنه حرمانا من الشعبية وإظهاره كشيء سخيف ورمزت سخافات حروب النقانق إلى موقف تافه من جانب الاتحاد الأوروبي وجاء الرد المتأخر من الاتحاد الأوروبي كي يشددوا على نزاهة السوق الموحدة بيد أن ممثلي لم يقدروا على مقارعة الحجة بالحجة في محكمة الرأي العام وبدوا كأنهم غير معقولين إذ لم يستوعبوا السلام الهش في إيرلندا الشمالية واستنبطوا بطريقة ما وسيلة تجعل بوريس جونسون يبدو حساسا مشاهدين ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت في لندن جمال شاهين أهلا بك معنا فيما شيت الصحافة برأيك هل تتفق مع ما جاء به الكاتب بأن المملكة المتحدة استطاعت أن تنتزع عددا من التنازلات من الاتحاد الأوروبي صباح الخير أستاذ سعود ما ذكره المقال هو يعبر عن وجهة نظر الشعب البريطاني وعن وجهة الشارع البريطاني وعن المؤيدين لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لكن الحقيقة شيء مختلف غير ذلك الاتحاد الأوروبي لم يقدم تنازلات بيقدم عروض لعامل عفو أو لثمانين في المائة من البضاعة التي تذهب إلى إيرلندا الشمالية وكذلك أصدر أنه سيوقوب بعمل بإزالة نقاط التفتيش البويودة في إيرلندا حول ما يقرب من نصف المنتجات البريطانية لكن الاتحاد الأوروبي عرض هذا الشيء دون أن يعود إلى بحث مرة أخرى التفاوض حول بريتوكول إيرلندا الشمالية وهذه هي النقطة الهمة أنه في أي وقت من الممكن أن يتراجع الاتحاد الأوروبي عن هذه الأمور لأنها لم يتم التفاوض عليها بشكل لازم أو لم تكن مدرجة في اتفاق بريتوكول إيرلندا الشمالية الحكومة البريطانية ترى أن بريتوكول إيرلندا الشمالية لا يستطيع أن يلبي الحاجات الموجودة في إيرلندا الشمالية والحفاظ على السلام الهش نعم هذا صحيح لكن في ذات الوقت يجب على الحكومة البريطانية أن تلتزم بمواقع عليهم انتفاقيات قانونية النقطة الأساسية أن حتى هذا العرض من جانب الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يحدث على أرض الواقع فبريطانيا ما زالت ترقض أنه في حالة حدوث أي خلاف أن يتم العودة إلى محكمة العدل الأوروبية لأن هذه النقطة هم بالنسبة للبريطانيين لكن الاتحاد الأوروبي قال أنه من الممكن أن يقدم هذه التنازلات وفي حالة حدوث أي خلاف يتم الرجوع إلى المحكمة الأوروبية وهو ما ترفضه بريطانيا إذن فما زالت هذه النقطة قائمة ومعلقة بشكل كبير السلام في إيرلندا الشمالية بالفعل نبما يكون معرض الخطر الوحدويون في إيرلندا الشمالية يرون أن ذلك قد يود إلى انفصال إيرلندا الشمالية وعمل استفتاء حول انفصالها وانضمامها لجمهورية إيرلندا خلال فترات أيضا جمهورية إيرلندا هي الأخرى تعتمد بنسبة 75% من اقتصادها على التعاون والتجارة مع بريطانيا فهذا الأمر فيه ضغوط كبير على الاتحاد الأوروبي للعودة للتفاوض وهذه هي النقطة التي يستطيع الكاتب في الاندبندنت أن يرى أن الاتحاد الأوروبي أمام محكمة شعبية لكن الإطار القانوني صعب أن نعود مرة أخرى إلى تعديل البروتوكول لأن الاتحاد الأوروبي يرفضه والاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم تنجلات مقابل موافقة بريطانيا على التحكيم بالمحكمة الأوروبي وهو ما ترفضه بريطانيا نعم إذن مراسل تلفزيون دولة الكويت من لندن جمال شاهين شكرا جزيلا لك مشاهدين وصلنا وياكم إلى الكاركاتير بعد هذا الفصل العودة مجددا مشاهدين أي ضيفي في السيديو رسام الكاركاتير محمد ثلاب حياك الله مرة أخرى يبدو رسمة الكاركاتير جاهز أن نتحدث عنها أكثر بالتفصيل طبعا مثل ما نشوف الكاركاتير مثل ما قلنا قبل شوي عن عودة الحياة الطبيعية نعم سويت خريطة الكويت دايسة على فايروس كورونا وهناك إشراقة للشمس كالعودة للطبيعة للحياة الطبيعية مرة أخرى وهذا اللي احنا شفناه من يعني في يعني كلام رئيس مجلس الوزراء في أمس ونحن نوجه الشكر والتقدير للأطباء وأيضا المواطنين وأيضا المواطنين ككل على يعني تفاعلهم والتزامهم بالإجراءات الصحية التي كانت موجودة وهذا يعني ناتج لليصار يعني الالتزامات التي صارت الحمد لله ردينا مرة أخرى كحياة طبيعية اللهم لك الحمسورة معبرة فعلا وهي خريطة الكويت وهي يعني تتغلب على فايروس كورونا في هذه الرسمة الجميلة لكن دائما نؤكد محمد أن العودة تكون بحذر بحذر طبعا أن الفايروس لم ينتهي بشكل كامل مثل ما ذكر وزير الصحة يوم أمس لكن بسبب انخفاض الإصابات ويعني توسعت نسبة التطعيم بشكل كبير يعني تقدر نقول تغلبنا عليه بشكل كبير بشكل كبير أحكيد بهذا الكركاتير الجميل مشاهدين وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من ماشية الصحافة ما يسعني لنا أشكر ضيفي بالستوديو رسام الكركاتير محمد ثلاب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أشكر موصول لكم مشاهدين للطيبة المتابعة نلقاكم في حلقة جديدة من ماشية الصحافة في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله إلى اللقاء